بعد مجهود عام كامل اليوم قاعدين نشوفوا في المباريات الدولية المباريات التي تنظمها الفيفا كلها في السيف متركاج كبير على الملعبين ومن هنا يطرح السؤال نفسه هل أصبح حتى الفيفا مختصة في المتاجرة بساحة اللاعبين يعني الفيفا معاش يهمها التطوير كل القدم ولا تعطيها شركة خاصة ولا يتوزارة مالية عطيني الفلوس عطيني ندخل له مكسيمون فلوس ومدخيل خيالية منش في شتى الاتجاهات من وراء لعبوا تكور القدم وآخر اهتيمة ماتها هي صحة اللاعبين اشنو توضيحك أنيس شوف كلامك في جنب من الصحة الصحة مني أنه تقريبا نونستوب تقول كورها والليت عادة نمتعودين على فرقة توانسا اللي يلعبوا في الكوب دافريك تبدا في الصيف فما جمعيات مترتاحش تقريبا جملة تقول لسبيرانس نحكيه بصراحة لسبيرانس عادة ما دخوش برشها لها تلقاها يدو في دخوه اليوم حتى البرى شوفنا البارة علمانيا وانجلوتير فما زوزم لعبية تصابوا في المباراة وذي هي الإصابات مفهومة من الإرهاق من الجوالات ما زالوا يخرجوا من دورياته ما زالوا يخرجوا من الأوروبا ليغ وشامبيونز ليغ وفما يلعب فينال يلقى روحوا يلعب في أمم أوروبا تواهة الجبعة هذية زوزموا قابلة لعبه اليوم عالنا بلجيكيا وبلوليا كذلك يلعب فينال يعني من بعد بشارقة أرزمون خلقناه أرزمون الكوب دي مون جاي في نوفمبر وذلك حكاية أخرى لكن في الصيف فما جوالات ما زالوا يحتاج إلى شرحة فما ملاعبية أخذت جمعة بالحساب جوالات المانية جمعة لفتلعب وإيطاليا لعبت إيطاليا وليوم تلعب بلجيكا يعني هذا الزخمة هذا المباراة بعد الدوري نلقاه دوري أوروبا بعد نرجع البريلمينار بالشامبيونز ديك بشيونة على قريب جمعيات تترشح المجموعات يعني الراحة سريتم أنفرنار وفي الركوبراسيون فما برشة وسائل العلمية يستعملون فيها الجمعيات الأوروبية لكن مع ذلك أغلب البيباراتوفيوزيك وأغلب الأطباء قاعدين يتشكو من صعوبة تحذير اللاعبين وخاصة حمايتهم من الإصابات وقاعدين نشوفهم كما قلت البارح ألمانيا أنجليتيرا اللاعب في ربوع ساعة يخرج إصابة عضلية وتعرف صالح إصابات العضلية تكون مردها أكثر حاجة هي الإرهاق مباراة فرنسا والدنمارك ديدي ديشون مدارب منتخب فرنسا كان مغيب والد توفا دونك السجون التي سير المباراة بعد نهاية المباراة في الكنفرانس ديبريس أول حاجة ركز عليها من هزيمة قال اللاعبين برشا متشويت قال فم تعب وهذا مفهوم وروا السناء حالة استثنائية لماذا يعني ساعة الكوب ديمون جاي في نوفمبر لذلك يفضي فترة قبل نوفمبر للتحذير التزو ليلعبوا لليق لقدموا برشا شويت بشيكلوا شوية من راحة من السيف مش تكون سيري برشا حتى العودة البطولات بش تيقف فما الفترة تتزامن تتلعب فيها كانت تعرفوا كل سنة بطولة العالم لأنديا كيف كيف بش يقدموها يعني سيري برشا هذيك عليش شفنا مباريات توا وشفنا اللي العطلة متاع اللاعبين بش تتأخر اما بالتأكيد وبالضرورة خطر في هذية ميلعبوش جملة في أوروبا العشرة ايام متاع الراحة متاع ملعبية بش ياخذوهم بعيدا عن هذي التبريرات سي سالح ونتنجم تكون منطقية وعقلانية هل أصبحت الفيفا اخر اهتمامات ساحة اللاعبين اسمعني حتى كانت تكون الفيفا حتى كانت تكون الفيفا وتخمم ولو الفيفا ديما أهم أهم حاجة عند الفيفا هي لكمبيتيسون ديما تحب فما كورة تبقى هذي سالحة اللاعبين را يتخص بدرجة أولى الأندية اللي تدافع على ملاعبيتها خطر نشوفوا راو معدل طوى صحبي كانت تبدأ فما كاس عالم ولا تحديد الكاس عالم نشوفوا في أوروبا راو الملاعبية اللي يلعبوا في الشامبيونز ليجو ولا في الأوروبا ليجو يلعبوا تصفية كاس العالم والبولات وطولات تاعهم يلعبوا في 55 ماتش الفوق يعني ريتم كبير برشا وريد ما دائم تعاودوا به طوى الملاعبية ولو يصلوا حتى فوق 60 ماتش باللي ماتش ميكو نوك تعاودوا به تبقى راو استثناء استثناء شفنا الزخم استثناء على خطر كاس العالم وقع تقديمه من جوان النوفمبر وبعد راو سنرجع في السيك النورمان مش نواليون شوفوا الراحة خطر الملاعبية في هذية في أوروبا رام عندهم حاجة سكري وخاصة اللاعبين زادة بتاع الأمريكا اللاتينية اللي هم مربوطين جنرال ماو بالبطولات الأوروبية يحترموا برشا ساحبي العشرة يام تعراحة ما فيهم شكلهم ياخذوهم ما فيهم شكلهم حدك حاجة أخرى زادة طوى الفترة هذية تعرف فترة انتقالات اللاعبين يعني أغلب اللاعبين مخاخهم ماشي معهم في الطائرة ومخاخهم ويمشي يمشي نيجوسي مع جمعية الأخرى وتعرف أغلب النعبية حتى الكبار طولية ولمنتخباتهم مع جمعيات أخرى يمشي وحاجة أخرى انتو شفت الصورة لإدارة برشا على المواقع التواصل الشميع عن تحكيم زياش اللي وقت وحيدة يخمم بشي يعود يلقى مع الطائرة دونطون سيت متصور عندهم الإجازة السكرية سي صالح لكن تشوف الالتزاميات اليوم أنا رأى الإصابات الذهنيا لم لاعب مش حاضر بشرعب وبدنيا بدنوا يزموا راحة ومعاش يتحمل فنشوفوا برشا الإصابات العضلة وليحظروا في المخدام كيما البارح توشفنا زيدا محمد سلاح النجم العربي اللي نفتخروا بي اللي البارح ليفر بول أعلن كونه عرض على محمد سلاح أكبر عقد في تاريخ ليفر بول للتجديدة أكبر عقد من حيث القيمة وقع عرضه من طرف فريق ليفر بول في تاريخ ليفر بول تعتال محمد سلاح البارح بشي عام بشي جيل وهناسي صالح فم مناورات تعمل من جماعيات كي يعرف الملاعب يمتعبوا معاش قاد وبشي فرد فيه يعمل معه عرض كبير يغليله حتى في القيمة والتسويقية تشوف حتى والمشكلة في ليفر بول أنه الزوز الآن ساديو ماني يعني بير وزيد سلاح فأنتي تتصور ليفر بول اليوم من غير سلاح وساديو ماني وجه إخي ليفر بول ينجم يقعد هذا يقعد 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 أو أكبر أفر عملتها ليفر بول في تاريخ ليفر بول إن شاء الله سيسألها الخير اللي يبلو محمد صلاح يرشنا يا ربي إن شاء الله يرشنا أحلى لا يرشنا أما يا ساحبي بارانتاز الضريفة محمد صلاح نعب خلوق برشا ويعمل في برشا برشا خير في مصر وفي بلاد يعمل في برشا خير حتى إحنا عنا برشا خير متاع الملعبية متاعنا برشا الملعبية الخير متاعنا في اللبوتات وفي السهريات وفي برشا حاجات أخرين وليل هذا موضوع آخر وإن شاء الله نتناولوه الموضوع سواء في التالزة وإلا في الراديو يرحك زميلي تاهر بن شعبين ماذيك هي الحقيقة زميلي تاهر العزيز نبقاوه مع نبعده على الفيفا خلنا نرجعوا لكورتنا